لم يكد خبر اجتماع قيادة الدولة العليا في الرياض الذي بحث في سوبل مواجهة انقلاب المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في عدن يجيف حتى استأنف المجلس عبر قوات الحزام الأمني التابع للإمارات عملياته العسكرية ضد السلطة الشرعية هذه المرة في محافظة يابيان خلال الساعة الأخيرة من ليلة الاثنين بدأت قوات الحزام الأمني حصارها لمقر قوات الأمن الخاصة أكثر الوحدات الأمنية التابعة للشرعية جاهزية في توجه مقصود لضرب هذه القوة تمهيدا لفرض سيطرة الحزام والانتقال على محافظة أبيان ما سقط رأس الرئيس هادي لم يستمر الحصار طويلا فقد باشرت قوات الحزام الأمني هجومها على معسكر قوات الأمن الخاصة وبالتزامن هاجمت وحدات من هذه القوات معسكر الشرطة العسكرية الواقعة في منطقة الكود إلى الجنوب من زنجبر المعلومات الميدانية أفادت بحدوث قتال عنيف حول المعسكر سرعان منتقل إلى حرب شوارع في مدينة زنجبر تمكنت خلاله قوات الأمن الخاصة وبواسطة أسلحة مضادة للدروع من إيقاع خسائر مؤلمة في آليات ومقاتل الحزام الأمني وسط أنباء عن وصول المزيد من التعزيزات للحزام لمواصلة المعارك في هذه المدينة وجاهات سلفية تشتغل على خط الولاء للرياض بذلت منذ الساعة الأولى لبدء الهجوم العسكري على مقر القوات الخاصة في الزنجبار جهوداً للوساطة وسط ختاب إعلامي وسياسي يصر على توصيف ما يجري في هذه المدينة بالفتنة لكن جهود هذه الوجاهات السلفية انتهت على ما يبدو بالفشل وسط إصرار الحزام الأمني على إنجاز مهمته الحكومة الشرعية وعلى لسان نائب وزير الخارجية محمد عبدالله الحضرمي عبرت عن رفضها استمرار تقديم الدعم الإماراتي المالي والعسكري لقوات المجلس الانتقالي الخارجية على القانون والدولة في اليمن وجدد الحضرمي مطالبة الحكومة بإيقاف هذا الدعم بشكل فوري وكامل الحكومة السعودية تقف حتى الآن صامتة حيال ما يجري في أبيان رغم أنه يندرج في إطار الانقلاب على السلطة الشرعية الذي دابت الرياض على تكريس صورة مخادعة لموقفها الرافض لا طيلة الأيام الماضية